لا تزال جولات الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية مستمرة بهدف التواصل الى رؤية موحدة حول نظام الحكم واجراء انتخابات وطنية لاستعادة سيادة الدولة ومؤسساتها بعد صراع دام لسنوات وفي مؤتمر صحفي حول المسار الدستوري اكد عضو المجلس الاعلى للدولة بشير الهوش نجاح الهيئة التأسيسية في اعداد مشروع دستور يؤسس للدولة الليبية وانه بات جاهزا للاستفتاء عليه نحن وكاليبيين نرحب دايي مقترح في الحقيقة يخرجنا من هذا النفق ولكن لا بد هذه الانتخابات ان تركز على مشروع الدستور هذا وطال بعض هيئة صياغة الدستور الليبي من عم الشريف البحثة الاممية الليبية بدعم الاستفتاء على مشروع الدستور مؤكدا ان الشعب الليبي هو الوحيد الذي يملك الحق في تحديد ملامح الدستور نؤكد ان مشروع الدستور الليبي الذي انجزته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب قد اصبح ملكا للشعب الليبي وهو الوحيد الذي له الحق في تحديد موقفه منه عبر الاستفتاء العام وفقا لقيم ومفاهيم الديمقراطية وبدأ أن عددا من المشاركين في ملتقى الحوار الليبي متمسكون باستكمال المسار الدستوري عبر الهيئة التأسيسية وهي هيئة تأسست عام 2013 تمهيدا لإعداد دستور جديد وتتكون من 60 عضوا يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة وهي المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية إضافة إلى المنطقة الجنوبية وبحسب المشاركين في الملتقى فهي الوحيدة المعنية بمشروع الدستور وبالتزامن مع المسار السياسي كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب أبرز ملامح اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 في سرط حيث أوضح أن تنفيذ الاتفاق سيكون على ثلاث مراحل يتم من خلال المرحلة الأولى فتح طريق من الشرق انطلاقا من سرط باتجاه الغرب نحو مدينة مصراطة بينما تتضمن المرحلة الثانية جلاء المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بينما المرحلة الأخيرة سيتم من خلالها تفكيك المجموعات والميليشيات المسلحة